السلام عليكم ازايكم وعملين ايه يا رب اكونوا بخير في بعض الناس طلبتنا ان احنا نوقف شوية كلام عن موضوع الحليب عشان الناس بدأت تمل ونتكلم في موضوعات اخرى وبعد كده نبقى نستقن في الكلام عن موضوع الحليب ومنتجات الالبان وفي ناس تانية قالت لنا ايه لازم اللي بدأتوا تكمله ونكمل موضوع الحليب ومشتقاته او منتجات الالبان للاخر مهما اخذ من حلقات فاقول تعمل فيديو سريع كده اخذ رأي حضراتكو هل ناخد بالرأي الاول نعمل فيديوهات متنوعة ونرجع للحليب على كل فترة وبعد كده نحطه في قائمة تشغيل واحدة ولا نكمل في موضوع الحليب على زي ما ياخد من حلقات وعلى فكرة احنا عندنا لسه في موضوعات كتيرة جدا عايزين نتكلم فيها في موضوع الحليب ومنتجاته هنتكلم عن موضوع الكازين الكازين ايه وانه ايه تو وهل فعلا البقر حصل له طفرة زي ما في بعض الناس بتدعي ولا الكلام ده وتمحتاج اعادة نظر كمان برضو هنتكلم عن اللبن المعدل ورصيا فيه لبن معدل ورصيا موجود في بعض البلاد لازم برضو نخصص كلام عنه عشان فيه ناس بتتابعنا من دول سواء في اوروبا او في امريكا فلازم هنعمل حلقة ان شاء الله عن موضوع وهنتكلم برضو عن غش الالبان وغش منتجات الالبان خاصة ان الغش اللي في الجبن الرومي تحديدا من اكتر منتجات الالبان اللي بيتام فيها غش او بيحصل فيها تلوث اثناء عملية التصنيع مش هنقول غش بس يعني كمان برضو الجبنة القديمة ومنتجات الالبان بقى الزبادي وانواعها الزبادي اليوناني والزبادي العادي والزبادي بالفواكه واللبن او الحليب بالفواكه هل هو مفيد هل اديه لاولادي ولا لأ هل بيعمل مشاكل في الكلا زي ما فيه بعض الشائعات بتقول يعني فيه حاجات كتيرة جدا هنتكلم فيها عن موضوع الحليب هياخد مننا لسه حلقات وحلقات جاية ان شاء الله فهل نكمل لغاية اما موضوعات الحليب دي تخلص ولا ننوع ونمشي بالتوازي عشان الناس ما تملش بس انا وانا باخد رأيكو في الموضوع دوت هنتهز الفرصة كده وليه عند حضراتكو كده طلب بسيط ورجاء بسيط الطلب الاولاني او الطلب البسيط هو عبارة عن ايه عبارة على ان فيه ناس بتطلبنا في بعض الفيديوهات اللي بتطول مننا عشان نوصل لكو الصورة كاملة بتقول لنا اختصر فيه ناس بتفكر ان التفاصيل عبارة عن رغي لتطويل الفيديو او ان هو رغي ملوش ضرورة او ملوش عازة وده احد التأثيرات بتاعت مواقع الفيديوهات القصيرة الناس خدت على ان ايه المعلومة تي كوي ان انا افتح الفيديو كده واقول ده ضار ده نافع ده مفيد ده كل منه ده اجتنبه وده مصرطن في دقيقتين او في دقيقة وفي فيديوهات دلوقتي بقت تلاتين ثانية كمان ويبقى كده الموضوع يتعشت معاه كده وزي الفل فكرة بقى ان انا شرح له ونمي فكره ونمي وعيه بعض الناس ما عندهاش الكلام دوت وما عندهاش خلق وما عندهاش صبر للأسف ان هي تسمع المعلومة للاخر وانا دوري ان اقول للمعلومة الحضرك وللاخر عشان الصورة توصل كاملة على سبيل المثال او انا اتكلمت مسلا عن موضوع الحليب المهندس ورصيا او المعدل ورصيا لازم افرق ما بين البقر المعدل ورصيا وبين الاغذية او الاعلاف اللي بتتغذى عليها ابقار غير معدلة ورصيا بس بتتغذى على اعلاف معدلة ورصيا والبلاد اللي بتبقى موجود فيها الاغذية اللي من نوع دوت يعني فيه تفصيلات كتيرة جدا في موضوع واحد يخص غذاء واحد وهو الحليب او اللبن فلازم اقول لحضرك المعلومة كاملة عشان ابقى انا كده خلصت ضميري ووصلتلك بقى المعلومة كاملة حضرك بقى تصدقها ما تصدقهاش تقتنع بيها ما تقتنعش انا بوصل لك المعلومة بالدليل وحضرتك في الاخر حر فموضوع مدة الفيديو مش بيدي ان انا طوله او اصره المعلومات اللي في الفيديو اللي انا بقولها هي اللي بتحدد الزمن بتاع الفيديو بيكون خمس دقايق اربع دقايق عشر دقايق اربعتشر دقيقة تلت ساعة لان فيه حاجات ماينفعش اقولها اللي بالطريقة دي تلازم اشرحها بشكل متكامل عشان المعلومة تصل لحضرك وكاملة كون ان حضرتك بقى ما عندكش صبر وعايز معلومة تي كوي ممكن تلاقي اللي تضلتك فيه فيديوهات اخرى على منصات اخرى او قنوات اخرى لان ده مش اسلوبنا احنا بنقول المعلومة كاملة للناس انا بحاول بقدر الامكان اختصر بس فيه معلومات لازم اقولها كاملة ولازم تاخد مني وقت الرجاء التاني بقى والرجاء البسيط التفكير النقدي كتير من التعليقات اللي بتيجي عن موضوع الحليب او موضوع الخبز او موضوع او اي موضوع يخص المواد الغذائية اللي عليها لغط كتير او صدر عليها اشعاعات كتيرة جدا الناس بتكون مقتنعة بحاجات وقفل عليها دماغها على انها الحق المطلق سمع حد بيقول ان اللبن مصرط او اللبن فيه سم او اللبن فيه مشاكل يبقى فيه مشاكل خلاص هو مش محتاج بقى انه يقرأ او يتأكد او يراجع او يشوف رأي مختلف لربما يكون غلطان لربما لوصله المعلومة يكون غلطان لربما لوصله المعلومة يكون متحيز لربما انا يكون متحيز وتقرأ اللي انا بقول الروابط اللي انا جايبها وتقارن الدراسة دي بالدراسة دي يعني فكرة ان انا فكر تفكير نقدي ده عند كتير من جمهور اليوتيوب وجمهور السوشال ميديا للاسف مش موجود احنا ماشيين في اليوتيوب بنظام الشيالية كل شخص بيقدم محتوى عن الغذاء او عن الدين او عن اي حاجة تخص حياتنا ملتفة حواليه مجموعة من المريدين والمعجبين بيصدقوه في كل كلمة يقولها اه تيجي تقول لواحد انت قارتك كلام اللي بتسمعه ده فين يقولك مثلا لبن فيه هرمونات الهرمونات دي اسمها ايه بيدوها للبن ليه طيب ليه بتقول ان اللبن فيه هرمونات واللحمة مفهاش طيب ما هي البقرة دي هي دي اشمعنا البقرة اللي بتدي لبن بتاخد هرمونات وبتاخد البلوي السودا والبقرة اللي بتدي لحمة كويسة ما حد سأل نفس السؤال ده ليه لان هو ما توجهش ضد اللحمة هو توجه ضد اللبن اللي قاله ان اللبن وحش قاله ان اللحمة كويسة فبقى خلاص هو اتربط في زهنه كده اللحمة جميلة بتيجي من بقرة جاية من كوكب المريخ واللي بيربيها ملايكة ما عملوش اي حاجة مضرة فيه انما البقرة اللي بتاعت اللبن دي بقى بيربيها الشياطين الزرق اللي بيدوها كل حاجة سيئة فبيحصل بقى ايه معلومات مغلوطة تركب في دماغ الناس بطريقة غلط وللأسف بقى ان ممكن اي حد يطلع يعمل فيديو يتكلم عن اي مادة غزائية يرص عشرمية معلومة غلط في عشر دقايق لما نيجي بقى تحاول توصل للناس بقى ان كل معلومة منهم غلط والصحة بتاعها هو احتاج انا بقى عشرمية فيديو عشان انا نرد عليه وللأسف بقى بتبقى الفيديوهات كتيرة فمش كل الناس بتتفرج على الفيديوهات كاملة عشان كده هنحط الحلقات كلها في قائمة تشغيل واحدة ولكن برضو هيجي الواحد شاف فيديو من سلسلة كبيرة جدا مع اني بابقى كاتب على ان ده الجزء الكذا الجزء التاني او الجزء التالت او دي مقدمة او هنكمل كلامنا في الحلقات الجاية هو ما بيسمعش الكلام ده هو بيرد على ان انا اتكلمت في الجزئية دي بس فلو كان الموضوع عن الهرمونات يقول لي الكزين فيه مشكلة ما تكلمتش عن الكزين ليه انتو خايفين تتكلموا عن الكزين عشان فيه بلاوي سودة في الابقار وطفرة حصلت الابقار والكلام اللي هو ايه متدول بين الناس على انه حقيقة مطلقة من غير ما يكون عنده اي استطاعة او اي ابن لزينة انه هو يراجع ورا المعلومة فراجع ورا كل معلومة فكر تفكير نقدي مش كل حاجة بتسمعها مهما كنت معجب بالشخص اللي بيقولها تعتبر حق مطلق لان كل مننا يؤخذ منه ويرد والحق لا يعرف بالرجال ولكن رجال هم الذين يعرفون بالحق من ابسط قواعد المنطق ان انت بتسمع من شخص عبارة عن بني ادم انسان ممكن يضل وينسى ويتحيز ويغلط وكل حاجة فالمفروض ان انا اسمع ووزن بعقلي كده واسمع الطرف الاخر بنفس السعة ونفس رحابة الصدر اللي انا سمعت بيها ان اللبن فيه سم اسمع برضو الطرف الاخر بنفس رحابة الصدر اللي بيقول الكلام بالادلة ووزن بقى هنا انا عندي ادلة بتقول كذا وادلة بتقول كذا هل الجهات العلمية اللي الاخ جابها اللي بيقول ان اللبن مفوش حاجة ده جهات علمية كلها كده مأجورة عشان ضدنا عشان تشربنا لبن مش في صالحنا طيب اذا كان اللبن فيه مشكلة طب ما البقرة كلها يبقى فيها مشكلة يبقى المفروض من باب اولى ما ناكلش لحمة واذا كانت الجهات المسؤولة عن الحليب اللي هي مسؤولة عن الغذاء ما هي مسؤولة عن اغذاء اخرى اشمعنا اللبن اللي فيه بقى مؤامرات بقى ومافيا والكلام ده ففكرة نظرية المؤامرة والمؤامرات ومافيا شركات الالبان وكل حاجة احنا مش عايزين نصدقها بنعمل لها مافيا في دماغنا عشان نقنع نفسنا ان الكلام اللي بيجي منها غلط وده بيخلينا نحيد عن الحقيقة ما يبقى احنا المفروض دخليني اليوتيوب عشان نحصل على حقيقة او نحصل على معلومة صحيحة نحوت بقى ونبدأ نشطط كده في خيالنا ونصدق كلام عجيب ملوش اساس العلمي ولا منطقي ونبتدي نتصرف على اساسه وهنا بقى بيحصل المشكلة ان تلاقي الكم المعارفي او التصور الزهني عن الغذاء بصفة عامة كله بقى في حاجات غلط كتير جدا وتيجي بقى تحاول تفن دي الكلام ده تلاقي ان العقلية استغلقت تماما هو قافل دماغه على اللي سمعه عشان هو مصدقه بقى له فترة فلو صدقك انت وصدق الادلة هيكون قدامه مشكلة كبيرة انه ممكن يكون بقى ايه كان مصدق كلام المفروض ما يصدقوش يبقى هو كده ممكن يكون عقله فيه مشكلة انه صدق كلام من غير ما يراجع وراه ودي فكرة صعبة شوية عن النفس فالبناء لم يرفضها بيعمل حيلة دفاعية فيرفضها فيبتدي يكدب كل فكرة منافية ليها او مضادة ليها وكنا اتكلمنا عن المضادة بالتفصيل في قناة واحدة العقلاء فيديو لا تدخل معبد الموت هنسيبلكو رابط الحلقة في الوصف عشان برضو الناس تستفيد لان منهج التلقي هو اللي محتاج معالجة اكتر بكتير جدا من المعلومات اللي موجودة جدا ومتاحة جدا وعلى فكرة التأكيد من المعلومة وتعرف انها صحة او غلط مش محتاج منك مجود كبير بس الناس بتكسل يارب يكون الطلب ده يجد صدع عند حضراتكو واشوفكو على خير الحلقة الجاية